بالنسبة بقى خسارة منتخبنا لبعض اللاعبين كان أبرز الخسائر أكرم توفيق سواء للأهل أو للمنتخب مثلاً أكرم توفيق اللاعب الوحيد اللي جاله صليبي في الفطولة بقطع في الرباط الصليبي هيروح فين أكرم توفيق عشان برضو ده سؤال حير الفترة اللي فاتت الأهل علشان عشان أكرم توفيق ربما يغير العتبة الأهل حيغير العتبة الألمانية أنا رأي كده في تفكير في اتجاهين هقول لكم المسارين اللي بيفكروا فيهم دلوقتي هيك جهاز طبي في تفكير أنه يروح أكاديمية سباير القطرية ودي أكاديمية عالمية فيها جراحين عالميين كبار فيها جراح بلجيك كبير واحد من العلامات الكبيرة في جراحة الرجبة بيتعالج فيها كل لعبة الخليج وكل لعبة الشمال الإفريقي حتى لعبة الرجاء والترجي والجزائر كلهم جراحات الرجبة بالنسبة لهم في سباير تحت إشراف الطبيب البلجيكي اللي موجود في سباير ده لو تم الاتفاق على هذا المسار في سباير لأنه ده حديث وجديده يا باشماندس زي ما عرفت أنه الرجل البلجيكي بيبقى حريص على متابعة العلاج الطبيعي والتأهيل لللاعد خلي بالك من نقطة سباير اللي فاتكم واللي جايكم تاني سباير دي حتكون موجودة أثناء كاس العالم طبعا في حرص شديد أنه بي عندهم أعلى مستوى طبي طبي سواء من الأجهزة أو التقنيات أو التكنيشن دي كاترة ووسائل الإعداد هو أنا رأيه حيبقى اختيار لأن يهمهم من يقولوا عندنا ما تقلقوش يعني في تنظيم كاس العامل لازم يبقى فيه مركز طبي على هذا المستوى أو يعني زي ما كانش سباير لو لازم ألمانيا فمش زي الحل التقليدي بتاع شيفر هوف وويتر هوف والديكاترة الألمان اللي الناس اعتدتهم والناس تحفظت برضو على هذا المسار هناك طرح طبي آخر إنه فيه بروفسير ألماني كبير دكتور كريستيان فينك ده واحد من الجراحين الكبار الألمان اللي فيه جراحة من جراحات الرجبة معمولة باسمه يعني كنظرية علمية لجراحات الرجبة متسمية باسمه بروفسير كبير فإذا كان بالضرورة تروح ألمانيا هنغير العتبة بتاعة شيفر هوف وهتروح لكريستيان فينك إذا ما كانش هيكون الأكاديمية سباير الطبية العالمية في الدوحة وحتى الآن الأمر بيدرس هيروح سباير أو هيروح ألمانيا لحد الآن لم يتم وإن كان تم الانتهاء من تأشيرة سفر أكرم توفيل لألمانيا علشان تكون كل الأمور جاهزة لغاية اللحظة الأخيرة اللي الجهاز الطبي سيأخذ قراره فيها موسيقى